المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم سطات تواصل العمل على تحسين ظروف التمدرس والحد من الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي من خلال إحداث دور الطالب والطالبة التي توفر المواكبة الاجتماعية والتعليمية للتلاميذ المنحذرين من أوساط هشة هذه المؤسسة هي واحدة من أصل 32 مؤسسة للرعاية الاجتماعية التي تم إنجازها بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع شركاء آخرين هذه المؤسسات التي توفر مجموعة من الخدمات لفائدة التلاميذ والتلميذات المنحذرين من مناطق قروية بعيدة عن مؤسسات التعليم وتركز المبادرة الوطنية من خلال البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة على توفير الظروف اللازمة لتحقيق النجاح المدرسي ودعم محاربة الانقطاع المدرسي المهام التي تقوم بها الجمعية بالنسبة للنزيلات هناك الإيواء والإطعام إضافة إلى مجموعة من الأنشطات كالرحالات كالبستعنار هناك أنشطة يدوية هناك أنشطة ديال الدعم أن تطوع النبعات الأستيدة جزاهم الله بخصوص المواد العلمية كيجويدوا من نوحة الدروس هناك مؤسسة اجتماعية تخفف عن المستفيدات والمستفيدين التنقل لمسافات طويلة كما توفر كافة الظروف الضرورية للدراسة والتحصيل من خلال الدعم الذي يقدمه عدد من أطر التدريس المتطوعين